احنا اليوم حكينا انه عدم التعبير عن المشاعر تجاه الناس اللي منحبهم هو يعني نوع مرات يكون خوف او ضعف وبيلعب دور كتير كبير بصحة هاي العلاقة واستمراريتها ومصيرها طبعا فحضرتك اليوم ونحضر لنا للخطاب من الحالات اللي انت بتشوفهم بيجوا عندك في الاستشارات فهمنا نحكي على خصوصية فترة الخطوبة في التعبير عن هاي العلاقات تماما في البداية الله يصبحكم بالخير يعني احنا لما نحكي في هذا الموضوع للأسف انه احنا دائما نتعامل مع موضوع المشاعر انه ايش الثانوي يعني اي اثنين بدهم يلتقوا في اول لقاء او الثاني او الثالث لما بدهم يحكوا عن بعض او بدهم يقيموا شريك الحياة في البداية انه ينفع ولما ينفع يزبط اقبل ما اقبل انه كيف فلوسه كيف شكله كيف لبسه كيف 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 بس في حدا يحكي انه هل يعرف يعبر عن حبه هل قادر على ان يحتويني انا اقول دائما اي علاقة زوجية فيها مشاكل وهذا طبيعي لكن الاشكال انه الرصيد الذي تسحب منه لما تصير هذه المشاكل شو اللي يجعل مشكلة بسيطة تكبر في عائلة ومشكلة كبيرة تصغر او مشكلة صغيرة ما تبين الرصيد العاطفي الموجود عند بعض في القديم فالرصيد العاطفي هو الذي يغذي العلاقة لما تتوتر او يصير فيها مشاكل بناء على ذلك فنجي احنا نعرف ما هو الغباء العاطفي او ما هو الابتزاز العاطفي او ما هو التصحر العاطفي او الجفاف العاطفي اللي يصير بين الشريكين نعم ببساطة متناهية هو اي علاقة بين اثنين تصبح هذه العلاقة عبء على صاحبيها يعني في العادة اي اثنين بدهم كنا نحكي يابن شوي انه اي اثنين يخطبوا مثلا وضع الطبيعي انه يبين بيقول الله ما شاء الله منورين محلوين فعلا وجه عروس وجه عريس يعني يبين بس فيه ناس تلاقيه تقولوا مين ميت عندكم ليش هيك منطفي ليش هيك تحس ان وجه معتم ليس تحس انه 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 بالعكس الله سيقال الله ايام زمان قبل ما تتزوج او يصيروا ينصحوا مثلا دير بالك تفضل بالزواج او الخطوبة لانك خلاص هي اخر ايامك اللي تنبسط فيها في العزوبية ليه لانه اصبحت العلاقة تستهلكك ليه لانه اصبح هناك غباء عاطفي في التعامل او استغباء عاطفي مما ادى الى وجود جفاف او تصحر عاطفي ليش اوكي خلينا اسأل قبل ما اكمل ليه يعني دكتور حضرتك عم بتسميه غباء عاطفي ايو ممتاز ليه لانه اي واحد قوية هاي الكلمة شوي بالضبط قوية لانه ليه لانه النتائج المترتبة عليها اسوأ من هذه الكلمة يعني مرات انا لما بدي اشخص مشكلة معينة ولا مرض معين والاضطراب معين انا مرات احاول احكي للشخص الذي يعاني منه انك ما توقض الموضوع بمهزلة هذا يعني الرشح غير الكورونا لانه في اعراض اسعب فانا اقول فكرة انه يعبر ما يعبر مرات تكون بسيطة بس لما اعرف بالضبط انه في مشكلة في التعبير عن العواطف في مشكلة في حاجة الطرف الثاني للعواطف وانت ما عم تلبي له هذه الحاجة لا انا بدي اقوله دير بالك اذا انت تمارس ذلك قاصدا فهذا انت عم تستغبيه واذا انت عم تقبل هذا الكلام او عم تمارسه تحت اي ضرف ان كان فالأهون لازم اسميه انا غباء عاطفي طب دكتور عفر الشخص لما يعطي اشي لما نحكي نحنا مثلا في نقص في العاطفة طب بركة العاطفة مش موجودة الفكرة اللي بتصير ان هو ممكن ما بيحبها او هي ما بتحبه يعني نحنا فصلنا فكرة العاطفة يعني نحنا بنحكي عن الناس بدهم يخطبوا بدهم يتزوجوا حضرتك حكيت قبل ما نطلع على مصري وشغله وكذا وكذا نطلع على موضوع او مع على الاقل مع بنفس الطريقة اذا بتسأل كثير اشخاص او متزوجين او خاطبين انو بتحبها بتحبيه بجوز الجواب يحكي يجي لا طب اذا انا ما بحب شريك حياتي اذا ما بحب زوجتي اهي ما بتحب خطيبها اصلا بس وضعه المادة كويش شغله منيح او بنعمها او 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 اذا واحد ما بحب واحدة اصلا كيف بده يعبر له عاطفيا او اذا هي اصلا ما بتحبه كيف بده تعبر له عاطفيا ممتاز نجي هنا على مستوى عاطفه الحب تماما طبعا يعني فيها تفاصيل بس بمشكلة خلالي او خطب ابسط تعريف هالعاطفة هي الحب او مجوعة من المشاعر تجاه الاخر لكن الان انا بدي اشتغل على مستوى كثير مهم في العلاقة الان اذا كانوا مظلين مع بعض سنوات انا ما اتحدث عن خاطبين انت عم تحكي لي هم متزوجين وخلاص والامور كثير كويسة بس ما في تعبير عن الحب هلا اذا متزوجين ومر على الموضوع سنوات لا اهنا اناقش انه ما في عواطف ما في علاقة حميمية وكذا هذا اناقشه في وقته انه يستمر ما يستمر في تفاصيل بس انا اليوم هيثم انا جاي احكي عن الخاطبين انتو نستادكم في البدايات وفي البدايات والعاطفة ممكن تخبو في المستقبل بعد عشر خمسة عشر سنة زواج نوعيد النظر مرة ثانية في العلاقة من ناحية عاطفية بس في البدايات لسه خاطبين الكسبوعين لسه خاطبين لكم شهر ولا شغل ولا ستة شهور محقول خاطبين لكم ستة شهور واحد يتعزز على الثاني بالكلام الجميل واحد يتعزز على الثاني بالمفردات عشان هيك بدنا نطلع على لما حكيت كلمة غباء وانا اعرف ان هاي كل يوم مستفزة انا بدي اقعدها على ثلاث اشياء على ثلاث اثافي الاولى هناك تضليل وهولانك انكار وهناك لوم لما يجي واحد من الثاني يحكي عن مشاعر اتجاه الآخر تيجي تحكيله مثلا انت اليك اسبوع مثلا ما تعبرني ما تحكي معي ولا مسج ولا اشي او هو نفس الاشي طبعا انا كلامي اليوم الضمير يتجه للذكور والاناث على حد سواء عشان ما احد يقولي متحيز تماما فيكون فيه تضليل كيف تضليل هي تيجي تشكيله عن موضوع مثلا هم يحتاجها تسمع منه كلام حلو محتاجها مثلا زي ما كانوا قبل مثلا المكانية يحكي لها كلام كثير وين هذا الكلام فهو يتخذ ثلاث اجراءات اما تضليل وضليلها ان هذا الكلام غير موجود وغير صحيح وبالعكس انا احكي لك بس انت ما عم تحسي في الموضوع انت صورتين متطلباتك اكثر العاطفية او يكون عنا فيه انكار الانكار انه لا هذا الكلام غير موجود انا دايما احكي بس المشكلة عندك او يكون في عندي لوم يحكي لها اصلا انت ما يأثر فيكي انت اصلاة الي يمدحك ولي ما يمدحك ما هو زي بعضه هذا مش لازم تضل معه شكرا اي وانا استنى منك تحكي ل اذا بالخطبه هكذا قبل في الاربعين سيعمل ايه اذا استفزتك حقيقي انا انا حاولت انجي مفردية هيتم تستفز رندا او تستفزك بس هي ضبطت مع رندا انا صعب تستفزني دكتور تعرف لاني بجوز بفكر في الموضوع في العقل يعني انا اصلاة اذا انت ما بتحبها كيف تحكي لها انا حلوة انت ما تضحك عليها بالضبط فهي وما خدتك عشانك معك مصاري فمش رح تحكي لك مرة يا حبيبي يا حلو وبعد شوي مش رح تحكي لك مرة يا حبيبي يا حلو لانه هي اصلاة ما بتحبك يا حسنا ما خدتك عشان نرجع خطوة ورهان في النحو عشان معك مصاري فانا اصد فكرة العاطفة صعب انها رح تضلها كذب بكذب اذا هي ما كانت موجودة اصلا احي لا زل ما بحبه انا ما حبيته لهذا الشخص الشريك اذا ما قدرت احبها لبنت وهي ما قدرت تحبني كيف دي اضلني ادلعها طيب خليني احكي لك اشي مهم عشان انا في عندي مشكلتين لماذا خطبتما مهم اذا كان عشان الفلوس اذا عشان علاقة الحميمية ولا علشان الجن ولا علشان اي موضوع معين ما عندي مشكلة ما في عندي اشي اسمه زواج مصلحة الا اذا كان هذا الزواج واضح يعني انا متزوج عشان الاسباب الآتية انا متفقين مع بعض نعم اتفقين مع بعض انا متفقين مع بعض انا متفقين مع بعض انا محكيا ن Spoooooo أرد عليك. بس في عندي شيء أهم. ما في شيء اسمه. أرى تقف إحنا ما نحب بعض إذا ما اشتغلنا على الموضوع. لذلك ما في شيء اسمه انطباع أولي. الجلسة الأولى في الخطوبة أو في اللقاء الأول هذه لا يعول عليها. دائما نلغيها. دائما نبلش في العلاقات من الجلسة الثانية. ليه؟ لأن الجلسة الأوثى فيها العيلة وفيها الرهبة وفيها الهيبة وفيها كذا. لذلك ما في شيء اسمه حب من نظرة أولى. هذا كذب من نظرة أولى. وآسف للتعبير يا جماعة. بس والله يعني سامحوني على مفرداتي تماما. ما في حب من نظرة أولى. أنا بس شفت يا دكتور ما رتحت له. غلط هذا الحكي يا أختي. كلام هذا غلط. أنا يا دكتور من لما شفتها ما رتحت لها. ما في هذا الكلام. الراحة تأتي بالفعل مع الأيام. مع الجلسات. مع النقاش. مع الحوار. مع الخلافات. ذلك دقول لأن العلاقة بين اثنين مختلفين. كيف يتعاملوا مع اختلافهم. مش متفقين. يعني أنا لا يعنيني أنتو نفس البرج. لا يعني. يعني مو كثير يعنيني أنتو والله إحنا اثنين قوس خلاص أمورنا تمام. غلط هذا الكلام. أنا يعنيني أنه قداش مختلفين وقداش قادرين نجسر هذه العلاقة في الاختلافات. أوكي. إذا نحنا اتفقنا أنه التعبير عن المشاعر تجاه الآخر هي أساس لمتين لأي علاقة. وأساسي زي ما أنا بحاجة للأكل والشرب. أنا بحاجة لأشعر بالمشاعر. بالمواطف. صح؟ نعم. طب أعطينا حلول. كيف يعبروا بمشاعرهم لبعيد. لأنه أكيد زي ما تقول التصحر هذا بالتعبير عن المشاعر. هو رح يقتل العلاقة. صح. عنا ثلاث مستويات. مستوى ما قبل الزواج لما يكونوا أولادكم عندكم في البيت. وهذا مهم يعني مهم للعلم. وفار برضو في عندي قاعدة هنا تقول ما في حدا ينصلح بعد الزواج. يعني ما في خذيه وغيريه. لا لا شكرا. الضبط ما فيه ما فيه. يعني انتي قال يا تأخديه جاهز هو هيك. وتقبليه هو هيك. أو تقبله هي هيك. ما فيه اش يسموه على الأيام ينعدل. هذا الكلام غير صحيح. واحد. اثنين. عشان هيك احنا نقول للأهالي الأباء والأمهات الكرام الآن يشوفونا ديروا بالكم على أولادكم وبناتكم. احكوا معهم. ناقشوهم. أحضانكم ولأولادكم ولبناتكم موترف. وما رح يأخذوا عليكم. هذا مهم في المستقبل. التعبير عن المشاعر. التعبير. يعني لما تجيك بنتك ويتحكي لك مشكلة. أولادك صغار ستة وسبعة وثمان سنوات. لما يحكوا لك في هذا الموضوع بدهم يفيدوا في التعبير. لازم أنت تقعد تسمع له. تستمع هذا القول. تحكي له. آه وتتفاعل معه. التعبير عن المشاعر غير تهمية. الثلاجة مليانة. وقصط المدرسة مدفوع. لا قيمة له في موضوع المشاعر. هذه المستوى الأول في الحل. المستوى الثاني. لما نجي نخطب. لازم أنا أواجه. ما في شيء اسمه. كيف أحكي له. يعني أنت تحكي لي كلام حلو. طب يعني أنا أشحد. لا ممكن ما يعرف. فنعلمه. مرات فيه ناس ما يعرف. فيه ناس يعرف أنه أنا إذا أضلي أحكي له. خلص. مش أنا أجبلها وردة. مش أنا أجبلها هدية كل أسبوعين. لا. مهم الحكي الحلو. مهم الحكي الجميل. إنه نفيض فيه. وللعلم. نبالغ فيه عشان نروع المستوى الثالث. في الزواج. المشاكل التي تحدث. تتخفف وطيرتها. لما يكون فيه رصيد. يصيروا يذكروا. يعني دائما بالعادة لما تصير مشاكل بين الأزواج. يقولوا سقل الله أيام الخطوبة لما ولما ولما ولما. أي إذا أنتم مستويين أيام الخطوبة. من أي رصيد سوف تسحبون في الزواج. لن يكون هناك رصيد. ورح تكون تسحب على المكشوف. عشان هيك. هؤلاء ثلاث مستويات. لما إحنا نشتغل عليهم زيادة. نتدرب. نتعلم. وللعلم. ما فيه دورات ذكاء عاطفي بيوم ويومين واسبوع. قال تعال خذ هذه الدورة و تدفع مصريك. هذا نصب واحتيال. يضحك عليك. ما فيه الذكاء العاطفي. وهذه الأشياء يتعلمها الإنسان. هي الكبرات متراكمة. شكرا. بدها نفس طويل. ممكن الدورات تعطيك مفاتيح. طبعا. لكن ما فيه شيء أصبح أطلع من عندي ذكي عاطفيا. لا. هي مفاتيح. يعني هو لأنه مثلا إذا الناس ما تعودوا في بيوتهم يلبوا الحاجات العلاقاتية لبعض. أيها. إنه مثلا أنا ابني بحب الاحترام. ابنتي بتحب المودة. ما تعودوا. فهو لازم ياخدوا دورة حتى يتعرفوا على حالهم. يتعرفوا. شكرا. خطوة الأولى. ولكن هل هو بعد هذه الدورة سوف يصبح ذكي عاطفيا؟ لا بدوا يمارس. شكرا. 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 عشان نوصل لهم. طيب. دكتور كيف نعبر عن عن المشاعر. يعني خلينا على اعتبار نتنين مع بعض. أصلا هما في قبول في قبول بناتهم. فيجب أنه لازم يسمعوا. لازم. مش بس أنا أنا بحبك وطالعة زي العسل اليوم وشعراتك حلوين وبدلتك بتجنن. شكرا. فكرة أنه أنا بحترم كثير شغلك. فكرة أنا كثير بحترم أنت مثلا أنه عندك موقف في هذا المكان. فكرة الاحترام أنهم يفهموا بعض. ممتاز. الخطوة الأولى لازم أعرف شو اللي تحبه. يعني أنا مرات أعبر للناس عما أعتقد أنه كويس. لا. مرات أنا لازم أفهم أنت كيف تحب يعني. في واحدة بالنسبة لها الحكي والنقاش والدردشة أحسن لها من أكبر هدية. في واحدة لا تقول لك والله أنا أجيب لي وجبة شوربة الدبل. أنا بالنسبة لي أكون مبسوطة. ليه؟ لأن الناس يعني هذا أخوك. ليس طيبتك. لا استنش. تعرف أين المشكلة. تعرف أين المشكلة هيثم. مرات إحنا نتعامل لسأف الروايات وبعض المسلسلات. علمتنا على ستايل معين من الرومانسية وهذا غلط. بالعادة الطرف الثاني لما يكون هو يحب شيء معين. عقد تكون في نظر الناس أنه مش هاي رومانسية. لهو حر. بالنسبة لها الطشة تجدر معك في حديقة ولا في مكان ولا في شارع. أحسن لها من كل الهدايا. ليه؟ لأن هذه هي الطريقة التي تحبها. اللحب و لغة. فلازم نعرف لغات بعض عشان نخاطب بعض. تماما؟ فلذلك كل له طريقته في التعامل والتعبير واستقبال. فلازم أعرف الطريقة اللي هي تحبها وهو يحبها عشان أعبر له عن ذلك. صح. وكل إنسان حاجاته مختلفة. يعني أنا مثلاً بحب حدا يسمعني. أنت بتحب حدا مثلاً يقولك شكلك حلو. يعني كل واحد حاجاته مختلفة. بالضبط عشان. ومش غلط الواحد يطلبها. بس أنا في إيش يبدأ أقوله دايماً. ما بقدر أطلب إذا أنا ما عم بعطي هذا الشيء. يعني ما بقدر أقول لخطيبي مثلاً. أنا بحب تقولي تدلعني أو تقولي شكل حلو أو تقولي بحبك. وأنا ما عم بقوله أني أنا بحبه. ما بزبط. يعني أنت لازم تكون الشخص اللي بدك التاني يكونه. صحب. شفت يا رندن تحكيت جملة كثير كويسة. كثير مهم أننا نحكي مع بعض. ليه؟. إننا نعبر عن بعض. أنا شو أحب. شو أكره. شو بدي. شو ما بدي. ما في إشي اسمه. هو لازم يعرف لحاله. طب ليش بحكتيله. هو لازم يعرف. ما في حدا لازم يعرف لحاله. جميل جداً. دكتور الله يعطيك ألف عقب. شكراً. شكراً. أكيد الموضوع كثير أكبر من وقت البرنامج. ولكن عم نحاول نعطي مفاتيح مثل ما ذكرت عن موضوع الدورات. شكراً. أهلاً وسهلاً فيك. بتشرف. مرحب. شكراً.